للولايات المتحدة العميكية تعريفات أخرى لما تطلقه من مفاهيم سياسية أو مواقف سياسية في داخل الولايات المتحدة من مثل عدم توسعة الحرب بالنسبة للولايات المتحدة يعني تكبيل جميع الأطراف في محور المقاومة من معاونة أهل غزة والآخر أن لا أحد يتدخل في إيقاف العدوان الأميركي المباشر في داخل غزة والذهاب إلى أهدافها كاملة في هذه المنطقة ليس فقط في فلسطين المحتلة وإنما حتى في هذه منطقتنا في غرب العراق كل حرب غرب العراق بضمن قاعدة التنف أو الركبان أو عين الأسد هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية تختلف عن الأماكن الأخرى الموجودة في العراق وفي المنطقة ولايات المتحدة من عام 21 عملت على إيجاد هذا مهم غاية بالأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إيجاد قاعدة الأزرق في محافظة الزرقاء في الأرض تبع 200 كيلومتر عن العراق وهي قاعدة كبيرة وتحوي طائرات متقدمة جداً أب 15 أب 16 أب 35 بالإضافة إلى طائرات النقل الكبيرة سي 17 هذا التواجد كله يحتاج إلى حماية أخرى محمية سياسياً ومحمية أمنياً تحتاج إلى موقع آخر في داخل العراق ليكون سياسياً لعملياتها التكتيكية ضد كل فصائل المقاومة هي ذاهبة إلى أهدافها بشكل مباشر في تصفية وجود هذه الفصائل في كل هذه المنطقة ليس فقط في فلسطين كما أعلن الكيان الإسرائيلي في بداية طوفان الأقصى إنهاء حماس وإخراجها من المعادلة السياسية والعسكرية وإنما الولايات المتحدة أيضاً ذهبت إلى هذا القرار وهذا واحد من أهداف التكتيكية الذي تبنته الولايات المتحدة بيدها في داخل الكيان والحرب واستمرار الحرب على غزة إلى حتى هذه اللحظة المفهوم الذي يطرحه الأمريكي هو ما يتعلق بمصالحه هو وما يريده هو وما يفيد الولايات المتحدة لوحدها دون اعتبار لمصالح الآخرين لسيادة الآخرين لمواقف الآخرين وحتى إلى وجود الآخرين سواء في فلسطين أو في اليمن أو في داخل العراق أو في سوريا نعم الولايات المتحدة لا تريد توسعات حرب بأي عنوان لا تريد توسعات أي حرب أنك لا تضرر الجند الأمريكي إنما يتجول في داخل العراق لا تريد جدولة انسحابها من العراق والخروج من العراق لا تعمل على إيقاف المجزرة في غزة وضد الفلسطينيين لا تريد حلا إلى القضية الفلسطينية تذهب إلى حلول حتى في الإشارة التي أشار إليها الأخ عاطف من واشنطي في موضوعات البحر الأحمر هي أثارت فتنة وصراع تقليدي تاريخي في داخل هذا البحر بين دولة الإمارات العربية والملكة العربية السعودية ثانية في إجبارهم وغصبهم على الدخول في معارك وضبط الأمن في البحر الأحمر اشتركوا في القناة